المترجم للقناة إذن سنختم برنامج أو مادة نحو بهذا الدرس النص تفقدت ابني الصغيرة على شاطئ البحر فلم أجده كنت جالسا أقرأ الجرائد وألاحظه ويلعب وفجأة لم أره فنظرت حولي بسرعة فلم أعتر على أثر انتفرت واقفا ماذا يفعل الآن هو تائهم قضيت واحد ساعة ألم فالأم مضت تبحث في منطقة من المستحيل أن يوجد فيها لكن ثبت أن الغريزة هي الأقوى فبعد ساعة ظهرت زوجتي وهي تحمل الولد وقد عثرت عليه في تلك المنطقة البعيدة النص ليوسف الدريس من مؤلفه بصراحة غير مطلقة إذن هذا النص فيه كلمات ومركبات مسطرة مثلا بسرعة هذا مركب الجر مسطر إذن دل على النظرة إذن كيفية النظرة أو كيفية النظر كيف نظر إذن هذا الرجل أو هذا الأب نظر بسرعة كيف نظر بسرعة ثم قال انتفضت واقفا كيف انتفضا؟ انتفضا واقفا ثم وهو تائه كيف كان الطفل إذن بعيدا عن أبويه إذن حالته كيف كانت كان تائهان إذن قال ماذا يفعل الآن وهو تائه ماذا يفعل الطفل الآن وهو تائه وهو تائه تعود على الطفل إذن بيّنت لنا حالة الطفل بعيدا عن أبويه قضيت وحدي ساعة ألم وحدي كيف كان؟ كان وحيدا فالأم مضت تبحث مضت كيف مضت تبحث في منطقة من المستحيل إذن قال إذن فالأم مضت نستطيع أن نقول وهي تبحث أو نقول فالأم مضت تبحث إذن وهنا دل على حالة الأم عندما مضت ثم بعد ساعة ظهرت زوجتي وهي تحمل كيف ظهرت وهي تحمل حالتها إذن عندما ظهرت وهي تحمل هذه إذن المسطرات هي أحوال بيّنت لنا حالة صاحبها وبيّنت لنا الغرضة ربما من وقوع الحدث كما سنرى فيما بعد نمر إلى الأمثلة الآن نظر الأبو حوله حوله إذن هذا مركب فيه للمكان مفعول فيه عفوا للمكان مركب إضافي نظر الأبو نظرة سريعة مفعول مطلقة هب الأبو باحثا عن ابنه حال مركب مبدو بمشتق وهو المشتق هنا باحث وهو اسم فاعل سار الأبو والشاطئة مفعول معه والشاطئ بحثا عن ابنه إذن هنا حال مركب مبدو بمشتق والمشتق هنا هو مصدر عادت الأم يعني بعد أن وجدت ابنها إذن كيف عادت الأم عادت الأم هادئة عادت الأم هادئة قبلها إذن عادت الأم هادئة إذن هنا هادئة مفردة بيّنت لنا حالة الأم عندما عادت الأم وحدها مركب إضافي ملتاعة إذن لضياع ابنها كيف كانت؟ كانت ملتاعة الأم وحدها إذن مركب إضافي إذن الأم وحدها إذن ملتاعة إذن فوحدها إذن هنا مركب إضافي هذا حال مركب إضافي هنا إذن لدينا وحدها هذا حال إذن هذا حال مركب إضافي إذن وحد مضاف وألها مضاف إليه إذن ملتاعة لضياع ابنها هذا خبر الأم إذن وحدها وحدها إذن حال وملتاعة لضياع ابنها هذا خبر عادة الأم هادئة مطمئنة هذا حال إذن مركب عطفي هادئة مطمئنة عادة الأم في هدوء عادة الأم في هدوء في هدوء مركب الجر حال مركب الجر عادة الأم خافقا قلبها هذا مشتق خافقا اسم فاعل وقلبها إذن تعلق بالمشتق ولذلك نقول إذن في إن شئتم الظوابط نقول تتحقق الحال ولا نقول يتحقق نقول تتحقق الحال في أشكال نحوية مختلفة فتكون مفردة أو مركبا اسميا مركب اسمي هنا إما يكون إضافي أو يكون يعني كما رأينا عطفي أو مركبا حرفيا فتكون الجملة بسيطة تكون جملة بسيطة مركب حرفي يعني مركب بالجر يعني هنا يقصد إذن تحقق الحال في أشكال نحوية مختلفة فتكون مفردة أو مركبا اسميا أو مركبا حرفيا فتكون الجملة بسيطة كان الأبو يلحظ إذن نمر الآن للجمل المركبة وكيف يكون الحال فيها يعني الشكل النحوي للحال في هذه الجمل المركبة كيف يكون إذن قلنا إذن كان الأبو يلحظ ابنه وهو يلعب كان ناس يخن الأبو اسمه ويلحظ ابنه إذن خابره وهو يلعب هنا إذن كلها خبر لكن في هذا الخبر نجد وهو يلعب الواه والحال وهو يلعب مركب اسنادي اسمي إذن هذا مركب فرعي إذن كما نلاحظ هنا وهو يلعب هنا يعني هو الحال هنا الحال دل على حالة الإبني كيف كان إذن الإبن إذن وما هي الحالة التي كان عليها كان يلعب وهو يلعب إذن هنا حال كما نرى مركب حرفي لأنه تكون من وهو الحال ومركب اسنادي إذن اسمي ترى ماذا يفعل الطفل وهو تائهن إذن الطفل يفعل الطفل وهو تائهن وهو تائهن هنا كما تلاحظون الواه والحال هو تائهن مركب اسنادي اسمي هذه جملة مركبة والجملة التي قبلها كذلك جملة مركبة مضت الأم تبحث عن ولدها مضت الأم تبحث عن ولدها إذن هنا مركب اسنادي فعلي تبحث عن ولدها ودل على حالة الأم عندما مضت ظهرت زوجتي وقد عثرت على الولد كيف ظهرت زوجتي ظهرت وقد عثرت على الولد فإذن الواه والحال وقال عثرت على الولدي مركب إسنادي فعلي إذن تريد الحال في شكل مركب إسنادي فعلي أو إسمي أو مركبا حرفيا يتضمن مركبا إسناديا فتكون الجملة مركبة إذن أعيد تريد الحال في شكل مركب إسناديا فعليا أو إسميا أو مركبا حرفيا يتضمن مركبا إسناديا يتضمن مركبا إسناديا إذن فتكون الجملة كما قلنا مركبة نمر الآن إلى التطبيقات التطبيق الأول سطر الحال فيما يلي وحدد شكله النحوي جلست على حافة الفراشي وهي تمسك كف الرجل بجوارها وراحت تبحث عن أمر يبعد ذهنها عن الرغبة في البكاء فلم تجد سوى عالم الذكريات تفتحت عينها عليه وهي صغيرة وهي طفلة صغيرة كانت تفضل وانتخف عند السوري تتابع جارهم الصغيرة وهو يلعب مع أصحابه بكرة الخرقي محمود تيمور إذن سلوى في مهب الريح هنا لدينا إذن مركبات مسطرة وهي تمسك كف الرجل بجوارها هذا حال هو مركب حرفي تكون من نواه الحالية ومركب إسنادي فرعي ومركب إسنادي فرعي ومركب إسنادي اسمي هي إذن مبتدى تمسك كف الرجل بجوارها خبر وراحت تبحث عن أمر يبعد إذن هنا مركب إسنادي فعلي هذا حال مركب إسنادي فعلي ثم عينها عليه وهي إذن طفلة صغيرة إذن مركب حرفي الواو إذن واو الحال هي طفلة صغيرة إذن هي مبتدى طفلة صغيرة خبر كانت تفضل وانتخف عند السوري إذن تتابع جارهم الصغير مركب إسنادي فعلي وهو يلعب مع أصحابه إذن مركب حرفي وهذا المركب الحرفي إذن تكون من الواو الحال ومركب إسنادي فرعي اسمي نمر إلى نشيتم التمرين الموالي عين المعنى الذي أفادته الحال في الجمل التالية تالية في السنة الماضية علمنا بأن إذن الحال إنما تبين وإذن توضح حالة صاحبها هذا في الأصل ولكن الحالة هذه قد تفيد إن شدتم معاني أخرى سنكتشفها من خلال هذه الجمل عاد الشيخ حمودة إلى البيت وقد مضى من الليل ثلثه هنا وقد مضى من الليل ثلثه حال تفيد الزمن تفيد الزمن جاء القوم إلى هذا المكان يتساجلون الغنى والساعة أكثر مما جاءوا يلتمسون لذة التطهر والخضوع في حضرة الفن توفيق الحكيم وهنا يتساجلون ويلتمسون حال يفيد الغرض يفيد الغرض وهذان المعنيان إضافيان إذن هما معنيان ربما لم نتعرف عليه ما في السابع أساسي السابع أساسي تعرفنا على الحال إذن كما قلنا خاصة نركزنا على أن الحال يبين ويوضح حالة صاحبه سواء كان يعني فاعلا أو نائب فاعل أو مفعول به فإذن كما رأينا في السنة الماضية قلنا إذن وجدت الباب مفتوحا الباب مفعول به وهو صاحب الحال ومفتوحا إذن مفتوحا حال وجد الباب مفتوحا وجد إذن فاعل مبني المجهول والباب نائب فاعل وهو صاحب الحال ومفتوحا إذن هو الحال جاء الأب إذن مبتسما فإذن صاحب الحال هو الفاعل وهو الأب كما تعلمون ثم تتجمع السحب وهي تنذر بالعاصفة هذه حال تفيد حالة صاحبها وإذن لدينا كذلك كانت تراقصات الجملة الأخيرة إذن كانت تراقصات يتحركنا وقد كل لجباه هنا بأكالين الياسامين وقد كل لجباه هنا بأكالين الياسامين حال تفيد حالة صاحبها إذن هنا نعود للقواعد والذوابط من جديد تفيد الحال في الأصل حالة صاحبها يعني حالة صاحب الحال سواء كان فاعلا أو نائب فاعل أو مفعول به وقد تفيد الغرض كما رأينا إذن إذا دلت على حدث لم يتحقق بعد كما رأينا في الجملة جاء القوم إلى هذا المكان يتساجلون أو راحت الأم تبحثوا مما جاءوا يلتمسون يلتمسون كذلك هذه حالة تفيد الغرض الغرضة وهنا بيّنت لنا هذه الحال إذن هذه الحال أفادت الزمن وحددت لنا الزمن الذي يعني رافق عودة الشيخ حمودة إلى البيت إذن فالحال أعيد إذن لي كي لا تنسوا هذا الأمر تفيد الحالة الأصل لأنها ربما ينزل في الامتحان إن شيتم أو تنزل في الامتحانات إذن وربما كان يمكن أن تنزل في الامتحانات هذا السؤال الذي يعني يطالبكم بتحديد المعنى الذي تفيده الحال فالحال إذن إما أن تفيد أن تبين لنا حالة صاحبها صاحب الحال أو تبين الغرض أو تبين الزمن أو تبين الزمن نواصل إذن مع التطبيقات والتطبيق الموالي هو حول في الجمل التالية الحال الواردة مفردة إلى حال مجتملة على مركب الإسنادي وغير ما يجب تغييره الجملة الأولى بقي الطفل ناظرا إلى الشيخ حائرا مبهوتا إذن ماذا نفعل هنا قلنا بقي الطفل ينظر إلى الشيخ وهو حائر مبهوت إذن ناظرا تصبح ينظر وحائرا مبهوتا تصبح وهو حائر مبهوت ظل الطفل ينظر إلى الشيخ مرتبكا خائفا مديرا وجهه متجنبا أنفاس الشيخ ظل الطفل ينظر إلى الشيخ وهو مرتبك خائف يدير وجهه ويتجنب أنفاسه أو أنفاس الشيخ غادر الطفل الحانوتة سائرا ببطء غادر الطفل الحانوتة وهو يسير ببطء حل الجملتين التاليتين إذن السؤال الرابع والأخير حل الجملتين التاليتين تحليلا نحويا مستعملا الصندوق ماتت وفي قلبها لوعة إذن ماتت فعل وفي قلبها لوعة حال مركب حرفي إذن هنا نجد الواو وهو الحالية هذه في قلبها لوعة إذن مركب إسنادي في قلبها عفوا خبر متقدم ولوعة مبتدى ثم هذه جملة طبعا فعلية مركبة جملة الموالية والأخيرة خرج الرجل لا يلوي على شيء إذن خرج فعل ورجل فعل ولا يلوي على شيء حال مركب إسنادي فعلي إذن لا يلوي إذن مركب فعلي والفعل مستتر وعلى شيء مفعول به مركب الجرى هذا بالنسبة لدرسنا إلى اللقاء في دروس لاحيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته